السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عشاء الله سوف نرى الضرب 9 بطريقة جديدة فقط باستعمال اليديني نحب الضرب باستعمال اليديني فقط نرارد الى 9 ضرب 1 كيف نحصل على 9 ضرب 1 عن طريقة استعمال اليديني نتابع الانتباه مع ايونا لدينا 10 أصابيع نضرب 9 في 1 نكسر رقب 1 راحبوا معنا في جيات الياثار لكن كم يتبقى لنا من أصابيع الانتباه الانتباه النتهجه هو 9 الانتباه 9 ضرب 1 اي د downs نتابع نتابع يعني 9 ضرب ايان ناقصت رقب اتنان كم يسمى قلنا في جياتزار Multi كم يسمى قلنا في جياتزار واحد انا 3 اربعة انا 6 7 8. إذا واحد تمانيه هو الناتج تمانية 10 عشر هنا نلجزه تمانية عشر تسر انا اية تمانية عشر, اذا نتابع هنا واحد انا ثلاثة اذا نضرب تسع ضرب ثلاثة بواحد انا ثلاثة نكسر رقم تلاثة. اي لا كم يتبقى عن المجهر اليسار انا وكم يتبقى عن المجهر اليومين واهد. اتناس تناس. ثبات. اثان . شوف نسمى JESS. نضغط seven. لاترس. ستة بشروم. فايتربعة. وأشنون. المعند كببين أريدت المعند يبلغ 구اترن امرق كمية كبيرة نجتهي. ثلاثة بشروم. وبختلف. رجل علي المنرجع اليمين شير وان L Yup. phat frank. نادي 6 و 3 إذن نموك المتابع إذن 5 و 9 نكسر أدخل مالخامس إذن كمي سبق لنا كل شيء يصار 4 و كمي سبق لنا مجيزي 5 إذن 4 و 4 إذن نادي 5 و 4 5 و 4 إذن نتابع يعني 6 ضرب 9 نكسر أدخل مالخامس إذن 6 ضرب 9 نكسر أدخل مالخامس إذن 6 كمي سبق لنا في جهات اليسار 5 و كمي سبق لنا في جهات اليسار 4 إذن 6 ضرب 9 النتج هو 4 5 هي 4 و 50 إذن 4 و 50 4 و 50 إذن نتابع يعني 9 ضرب 7 إذن نكسر أدخل مالخامس إذن كمي سبق لنا في جهات اليسار 6 و 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 كمي سبق لنا في جهات اليسار 6 سابعة وفي جهة يمين فهي إثنان إذا من إثنان وسابة يا إثناني وسبعون إذا ناتج هو إثناني وسبعون إذن نظري تسعة 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 كم يسبق لنا في جهة يصار واحد إثنان ثناثة أطبع قنصة ستة سبعة تمانية تمانية كم يسبق لنا في جهة يمين واحد إذن ينعونا ثمانية أخرى واحد إذن واحد وتمنون الناتج هو تسعة وتسعة واحد وتمانون واحد وتمانون إذن تسعة اربعة عشرة نكسر عدد العشرة فوق نكسر عشرة كم يسبق لنا في جهة يصار واحد اثنان ثلاثة أربعة منزة ستة سبعة ثلاثة نية تسعة وجهات اليمين لا شيء إذا نزعوا إذا نزعوا هي تسعة في عشرة تسعة أو تسعة تسعة هذا كل شيء لهذا اليوم تنس من هذا البيت الكلان إجابة جميع وبعد نساوي تفرط على شيء وفتلاكي مع أصحابكم وهو طريقة جيدة وطريقة رائعة تنس منه تفرط على ما أصحابكم وطريقة لنا إجابة جميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته